طبعا المناحظة الأهم أنه أنا أول فيديو أحتي فيه بهدو وأنا لم أتعلم على هذا الشي بس هذا الفيديو رح يكون بداية طريق جديد وفيديوات وحلقات كلش جديدة يعني كلش كلش كمان بير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح تكون حلقتنا مميزة مع اليوتيوبر والمدرب الدولي للغة الإنجليزية الأستاذ منتظر المسوي خليكم ميانا أهلا وسهلا بك حبيبي أحمد وياكم مدرب اللغة الإنجليزية منتظر المسوي أدنا مشاكل هواية باللي قاعد يتعلمون حديثة للغة الإنجليزية اليوم رح نحاول نطرح عليكم المشاكل وكيف أن تتخلص من هذه المشاكل المشكلة الأولى مثل ما تعرفون كلكم أنه صعب أني أتكلم إنجليزي وأنا عايش ببلد ما يتكلم اللغة الإنجليزية بالنسبة للسؤال الأول حتى لو كنت في بلد لا يتكلم اللغة الإنجليزية بإمكانك أن تتقل اللغة الإنجليزية سواء في بيتك أو في عملك أو في أماكن أخرى اليوم في زمن بإمكانك تتصل في كل العالم عبر الإنرنت سو عندك أكثر من وسيلة في السابق ما كانت أي وسائل لكن حاليا الكثير من الوسائل اللي يتخليك تقدر تتكلم بإمكانك أن تتكلم مع أشخاص هما نايد في سبيكر بإمكانك أن تتصل بأشخاص هم مدرسين أو مدربين اللغة الإنجليزية بإمكانك الاتصال بأصدقائك اللي هما يقدرون يتكلمون اللغة الإنجليزية أو خلاصة الموضوع تتعلق بإسلوب التعلم و بهمة المتعلم فإذا أنت كنت مستعد وجاهز فراح تكون جدا سهلة ثانيا أريد أتعلم لغة الإنجليزية بسرعة وجربت كل شيء ما فادني بالنسبة للسؤال الثاني أغلب الناس تعتقد بأنه اللغة نكتسبها من خلال القراءة وهذا شيء جدا خطأ اللغة تعتبر مهارة فإمكانك اكتساب المهارة مع الـ practice إذا عرفت شون تستغل هاي المهارة فإمكانك تتعلم اللغة الإنجليزية بسرعة هناك الكثير من الأساتذة أو الطلبة تعتمون الكثير من الكلمات ويهتمون بالقواعد لكن ما يقدرون يتكلمون في اللغة الإنجليزية ليش؟ لأنه يعتبروها فقط دراسة حاول تكيف نفسك وتسوي لك جو مناسب لتعلم اللغة مثلا اليوم أنت تريد تتعلم السباحة كتبت لك خطوات لتعلم السباحة من تحفظ ظن الخطوات والطبخن راح تفشل ليش؟ هذا الشي يطلب عندك أسابيع أو أشهر فأنت مو تتعلم أسبوع أو يومين وتترك وراء شهر رجعت تتعلم يوم يومين وتترك فبالتالي أنت تدور حول نفس المكان السؤال الثالث وهذا السؤال الأكثر سؤال كومنت اللي هو ما أقدر أنطق أي كلمة قدام الناس يعني مني قابلني أي واحد ما أقدر أتكلم وياه باللغة الإنجليزية بالنسبة للسؤال الثالث أغلب العراقيين يواجهون هاي المشكلة وبسببها الخوف الارتباك القلق عدم الثقة بالنفس فحاول قدر الإمكان تتجنب هذه المشاكل أنا أريد أتعلم وإذا خطأت عادي جدا عادي من خطأك راح تتعلم البعض يقول لك خاف ألفظها وتطلح خطأ تخلي أسكت أفضل بالتالي راح تصير سلبية عليك البعض الآخر يعتقد بأنه من يكون بوحدة يلفظها بصورة صحيحة لكن عقلك الباطني هو يلفظها أنت ما طلح حفصة عالي فبالتالي توهم نفسك بدل ذلك حاول تلفظ الكلمة مرة مرتين ثلاثة وبصوت عالي وحاول قدر الإمكان تسوي فيديو إليك بالتالي أنت راح تطلع أخطأك سؤال مهم أيضا أحفظ كلمات أو جمل أو عبارات بالنسبة للسؤال الرابع أفضل شي بإمكانك تقوم بي هو حفظ العبارات لأن العبارات جاهزة بإمكانك تخليها بأي ستوائشن أنت تريده فقط تخلي نمساتك عليهم فبالتالي راح تكون سلاحي لك وصلنا إلى نهاية الحلقة اليوم وأنا أمعدكم أنه راح تكون الحلقات الجاية حلقات مميزة وبدقوات مميزة وجديدة ولا تنسون الدعم للأخ منتظر على مود كل أسبوع نسوي لكم حلقة أسبوعية لتعلم الغالة الإنجليزية والحياة في أمريكا تحياتي لكم أحمد أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر